اشتركوا في القناة وتقديم الأستاذ محمد بن علي الأسمر سنتعلم اليوم بمشيئة الله جمع أعداد صحيحة تمهيد لجمع العددين الصحيحين سالب ثلاثة وموجب خمسة نحتاج إلى ثلاث قطع حمراء تمثل سالب ثلاثة وخمس قطع صفراء تمثل موجب خمسة بإضافة القطع إلى بعضها سوف تلغي كل قطعة سالبة قطعة موجبة والقطعة التالية بذلك المتبقي إثنان إذن سالب ثلاثة زائد خمسة تساوي إثنان شرح جمع عددين مختلفين الإشارة لجمع عددين صحيحين مختلفين في الإشارة إطرح القيم المطلقة لهما وعندها يكون المجموع أي الناتج إما أن يكون موجب إذا كانت القيمة المطلقة للعدد الموجب أكبر أو يكون الناتج أو المجموع سالبا إذا كانت القيمة المطلقة للعدد السالب أكبر معنى هذا يتضح بالمثال فلدينا تسعة موجبة زائد سالب أربعة القيمة المطلقة لكل منهما ستصبح القيمة المطلقة تسعة هي تسعة وسالب أربعة القيمة المطلقة لها أربعة فالقيمة المطلقة الأكبر هنا تسعة إذن الناتج سيصبح بإشارة التسعة وهي إشارة موجبة وذلك بعد طرح التسعة والأربعة لأن الإشارات مختلفة المثال الآخر سالب تسعة زائد أربعة بما أن الإشارتان مختلفتان فيتم طرح والقيمة المطلقة لسالب تسعة هي تسعة والقيمة المطلقة للأربعة هي أربعة الأكبر هنا هي التسعة إذن الناتج يكون بإشارة التسعة وهي سالبة فلذلك الناتج سالب خمسة مثال اجمع الأعداد التالية أولا ستة زائد سالب سبعة بما أن الإشارات مختلفة إذن يتم عملية طرح القيمة المطلقة الأكبر هل هي الستة أم السبعة السبعة أكبر ممتاز وإشارتها سالبة إذن الناتج سيصبح بإشارة سالبة وهو سالب واحد ثانيا سالب خمسة عشر زائد تسعة عشر القيمة المطلقة الأكبر هنا هل هي خمسة عشر أم تسعة عشر تسعة عشر إشارتها موجبة إذن الناتج بالموجب وبعد عملية الطرح سيكون الناتج أربعة ثالثا سالب إثنى عشر زائد عشرة إشارتان مختلفتان نطرح القيمة المطلقة الأكبر هل هي إثنى عشر أم عشرة إثنى عشر وإشارتها سالبة إذن الناتج بالسالب ونطرح إثنى عشر وعشرة فيكون الناتج سالب إثنان شرح جمع عدد ونظيره الجمعي كل من العددين الصحيحين خمسة وسالب خمسة هو معكوس للآخر بمعنى أن معكوس الخمسة سالب خمسة ومعكوس سالب خمسة هي خمسة الموجبة لأنهما يبعدان المسافة نفسها عن الصفر ولكنهما يقعان في جهتين مختلفتين منه ويسمى كل منهما أيضاً النظير الجمعي للآخر بمعنى أن المعكوس أو النظير الجمعي كلها تدل على نفس الشيء فمجموعة أي عدد ونظيره الجمعي يساوي صفراً مثال خمسة زائد سالب خمسة الناتج يساوي صفر شارتين مختلفة إذن نطرح ولاحظ أن القيمتين متساوية إذن صفر مثال اجمع الأعداد التالية أولاً سبعة زائد سالب سبعة بما أن الإشارات مختلفة السبعة الأولى إشارتها موجبة السبعة الثانية إشارتها سالبة إذن نطرح سبعة ناقص سبعة تساوي صفر إذن السبعة نظيرها الجمعي سالب سبعة أو المعكوس لها ثانياً سالب ستة عشر وموجب ستة عشر إشارات مختلفة نطرح القيمتين متساوية إذن الناتج صفر ثالثاً سالب إثنى عشر وموجب إثنى عشر إشارتين مختلفة إثنى عشر واثنى عشر بطرحها يكون الناتج صفر شرح جمع عددين صحيحين لهما نفس الإشارة لجمع عددين صحيحين لهم الإشارة نفسها إجمع القيم المطلقة للعددين وعندها يكون المجموع أو الناتج موجباً إذا كان كلا العددين الصحيحين موجباً بمعنى إذا كان العددين الموجودين لدينا في السؤال جميعها موجبة سبعة زائد أربعة السبعة موجبة والأربعة موجبة فيكون الناتج أو المجموع موجباً الحالة الثانية يكون المجموع أو الناتج سالباً إذا كان كلا العددين الصحيحين سالباً مثال عليه سالب سبعة زائد سالب أربعة كلا العددين سالبين وجميعهما نفس الإشارة إذا يتم الجمح والناتج أحد عشر بنفس الإشارة مثال اجمع الأعداد التالية أربعة زائد أربعة جميعها بإشارات موجبة إذا الناتج موجب ثمانية ثانياً سالب ستة عشر زائد سالب تسعة إشارات متشابهة إذا نجمع جميعها سالبة إذا الناتج سالب ويتم الجمح ويكون الناتج سالب خمسة وعشرون ثالثاً سالب واحد زائد سالب ثلاثة لاحظ أن الإشارات جميعها سالبة وهي متشابهة تشابهة الإشارات نجمع ويكون الناتج بنفس الإشارة إذا سالب أربعة تقويم إجمع الأعداد التالية أولاً سالب ستة زائد سالب ثمانية ثانياً سالب ثلاثة زائد عشرة ثالثاً سالب خمسة عشر زائد ثمانية رابعاً سالب خمسة عشر زائد خمسة عشر ابدأ الحل ترجمة نانسي قنقر إذا السؤال الأول سالب ستة وسالب ثمانية الإشارات هنا متشابهة أم مختلفة ممتاز متشابهة بما أنها متشابهة إذا نجمع فنجمع سالب ستة وسالب ثمانية ويكون الناتج بنفس الإشارة إذا سالب أربعة عشر ثانياً سالب ثلاثة زائد عشرة لاحظ أن الإشارات مختلفة أم متشابهة جيد هي مختلفة الثلاثة سالبة والعشرة موجبة بما أنها مختلفة هل نجمع أم نطرح ممتاز نطرح وذلك لأن الإشارات مختلفة ويكون الناتج بإشارة القيمة المطلقة الأكبر فأيهما قيمة مطلقة أكبر الثلاثة أم العشرة واضح أن العشرة أكبر وإشارتها موجبة إذن الناتج سوف يكون بإشارة موجبة إذن نطرح ونأخذ إشارة العشرة فيكون سبعة موجبة ثالثا سالب خمسة عشر زائد ثمانية إشارات مختلفة نطرح القيمة المطلقة الأكبر هل هي للخمسة عشر أم للثمانية من الواضح أن الخمسة عشر أكبر وإشارتها سالبة إذن سوف يكون الناتج بالسالب ونطرح فيكون الناتج سالب سبعة رابعا سالب خمسة عشر زائد خمسة عشر الإشارتان مختلفتان والأعداد نفسها إذن إشارات مختلفة نطرح وبما أننا نطرح والأعداد نفسها فيكون الناتج صفر وذلك لأن الخمسة عشر معكوس أو نظير جمعي لسالب خمسة عشر إذن تعلمنا اليوم جمع الأعداد الصحيحة وكان أول ما تعلمنا جمع عددين مختلفين الإشارة ثم تعلمنا جمع عدد ونظيره الجمعي وأخيرا جمع عددين صحيحين لهما نفس الإشارة شاكرا ومقدرا لكم متابعتكم وإلى اللقاء في دروس قادمة بإذن الله اشتركوا في القناة